السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية كبيرة لجميع متتبعين قناة عبدوسا في إيطاليا بوابة المهاجرين إلى إيطاليا مرحبا بالناس لأول مرة كيشوفوا القناة ما تنساوش الاشتراك والضغط على زر الجرس باش يبقى يوصلكم أي فيديو كنحطوه فيه الجديد وتنستفدو جميع سوف نتكلم الاخوان على جوجة النقاط أولها الكونفيرسيوني والقوطة دياله النقطة الثانية وهو القوطة اللي غادي تزاد في بعض المدون وشكي يعني أن الباترون عنده حق أنه يدفع لك من جديد ونصحوا بعض المفاهيم ديالالاخوان اللي باقين غالطين فيها نبقى معنا على الفيديو ونستفدو جميعا موسيقى إذن على بركة الله الإخوان أولها نبدأ بالكونفيرسيوني وكيف ما حطيت في الفيديوهات سابقة الحمد لله يعني أراه بدأوا كي يخرجوا الطالبات والدماندات وبدأوا يعطو على الناس وستفدو من الكونفيرسيوني ودفعوا باش أنهم ياخد أخداو الراونديفو إمتى غادي يبصموا وخط بسام أنه شي يعطيوه بعيد كيلي يعطاوه خمس شهور كيلي أربع شهور كيلي ست شهور كيلي ثلث شهور اللي بغيت نقول لكم بالنسبة الناس اللي دافعي الكونفيرسيوني أنه أراه ولو تكون دافع مع الطل ولو تكون دافع مع الطل لأن شفت أنا ناس دفعوا في شهر ثلاثة الحمد لله وتقبل لهم الكونفيرسيوني الله يفرح كل واحد وخد دفع مع الطل أراك غادي تستافد ربما حينت ما كينيش الناس تقريبا بزاف اللي دفعوا في الكونفيرسيوني بالمشكل اللي كان وقع يعني الناس راه دافعا دوماندا على حساب الفيزا في المغرب ولا في دول أخرى ولكن بالروطار اللي كان واقع عديال كوفيد والتعطال اللي جام منه خلى الناس أنها ما تجيش وما استافدتش من الكونفيرسيوني بزاف تقريبا هادي هي النقطة اللي خلاش أنه ولو تدفع معطل في الكونفيرسيوني رك غادي تستافد فقط أن يكون فك الشروط المعمول بها الشروط المعمول بها وهي أولها تكون جيت وخدمت مع الباترون اللي جابك ويدرلك على الأقل في هذه العقد العمل اللي كتعقبو تديره من بعد ما كتمشي مع البريفكتورا وكتمشي البوستة وكتدفع على حساب إمتا قد يتبسم وكتجيب لارزي فولتا ديال بيرميسو تشجرمو كيدرلك واحد عقد عمل يعني غادي تخدمها ما هي الكونترا اللي رسل لك و جيت بيها من المغرب لا واحد الكونترا كتديروه هنا ديال الخدمة فيها ست شهر ولا تلت شهر ولا أربعة شهر هذه المدة اللي جيت خدمتي معا فيها خاص على الأقل تدخل تسعود وثلاثين يوم ديال الخدمة ومن بعد إن شاء الله مني كيتفتح القانون ديال تدفوقات للعمال خارج الإتحاد الأوروبي ديكريتو فلوسي كيكون عندك حق أنك تدفع في القانون اللي كيتفتح ما ديال الكونفيرسيوني يعني اللي ما كيعرفش الكونفيرسيوني هو تغيير رخصة الإقامة الموسمية اللي كيدفع الموديل السي وكتجي تلت شهر ولا ست شهر ولا تسع شهر وكتجي باش تخدم في لاحا الكونفيرسيوني مديور لهذا الأشخاص هادو أنك كتدفع دوماندا باش أنه يولي عندك رخصة إقامة بيرميسو الشجورنو ديال دائم نتمنى يكون شرح ديالي مفهم اللي كيسمع أول مراش الكونفيرسيوني وهو تغيير رخصة الإقامة الموسمية إلى دائمة فقط تكون فيك الشروط اللي قلنا أنه يكون الباترون اللي جابك دخلك في العمال تسعود وثلاثين ديك لارابك للفوق تكون تسعود ثلاثين واربعين وخمسين قد ما درشي قد ما مزيان منك تفتح القانون سواء يمشي معك الباترون اللي جابك يدير لك الكونفيرسيوني سواء تمشي مع الباترون آخر غير هذك الباترون اللي خصك مشي معه خص يكون يعني مريق الأمور دياله وتطلبو داك الريدي التلخر دياله المدخول السانوي دياله كون خلص درائب دياله كاملة وهنا كتستافد شكل ما كيستافدش من الكونفيرسيوني هم الناس اللي كي يجيوا وكي يتسكاد عليهم البيرميس يعني كي قدام بيرميس وكي وفا كي توفا لك ديك رخصة الإقامة اللولة مثلا جيتي كتبصم كتاخد اللولة فيها 16 إلا مشات حتى وفاة وتعطل الكونفيرسيوني أراه ما تيبقاش عندك حق باش تدفع فيه ولكن شفت ناس دفعوا في واحد مع واحد المحامية هنا في الجانوب واستافدوا من واحد القانون آخر يعني عندك عندك مدخل كيفاش من بعد ونتكلموا في هذه النقطة هذه يعني الإخوان اللي دافع في الكونفيرسيوني وخيكون مع الطلقراه إن شاء الله غادين يجاوبوكم والله يفرح كل واحد ويسهل على الجامع هذه النقطة الأولى ندسوا الإخوان النقطة الثانية وهي حاليا دابا إن شاء الله غادي يتزاد الكوطة في دكريت وفلوسي بالنسبة لعقود العمل لا للسي ولا البي يعني الإخوان في بعض الموضون غادي يتضوب اللي هم بعض الموضون كتزادهم غير شي حاجة قليلة وهذا الشي هذا كنت قلت لكم قبل قلت لكم بأن أراه حاليا الكوطة اللي كتسمعون متوقيت ديال الكوطة أراه مازال غادي تغير حتى تتفوت سبعتاش ثلاثة ومنورة سبعتاش ثلاثة إن شاء الله في شهر ربعة ولا شهر خمسة غادي بدوا إن شاء الله الكونترات غادي بدوا يخرجوا في كل مدينة وفي كل عاملة التوقيت دياله معاش كتخرج على حساب الموضافين والحساب الحجم ديال الطالبات اللي عندها النقطة اللي بغيت نفهمكم الإخوان كيفما اسألني واحد الأخ معانا في القناة تحية كبيرة ليه أنه قال لي يا واش ممكن أن الباطرون ديالي يعاودي دفع ليه من جديد حين شوى دفع له في واحد توقيت اللي كان شوية روتار ماش تسمعوا أن الكوطة غادي تضوبل ولا غادي تزاد الكوطة يعني كيعني رأى أن الباطرون غادي يدفع لك من جديد لا رأى فقط ماذا يوقع نقولوا مثلا أن واحد المدينة طالبة 500 غايزيدوها في الكوطة رأى ذيج الناس حاطين طالبات رأى اللي حاطة 1200 ولا 1300 طالب ماذا يديروا هم أنه مثلا توقفوا في تسعود ودقيقة ولا تسعود وشوش دقيق أش كي يديروك يعقبو يزيدو الناس اللي يدفعين من ورا تسعود وشوش دقيق كي بدو يجيبوه منهم تشوولي كي يوقع يعني ما غاديش يعاودي يدفع لك من جديد رأى ديجا الطالب ديالك كين والتوقيت ديالك كين يعني نتمنهم الله سبحان وشعاله أن يوصلوا للتوقيت ديالك والله يفرح كل واحد والخير هو فيما اختراه الله نتمنى الشرح يكون مفهوم لأنها تنحاو نبسط الشرح باش الناس قاعد تفهم كنقول لكم شي حاجة عن جريبة ولا سولت ناس ولا دخلت رأى كينين مواقع الكترونية في جوجل تابع الحكومة وتابع الوزارة اللي كي شرحوا فيهم الأمور ديال الدكريتو ديال القانون ديال الدكريتو فلوسي الكوطة اللي اسمعنا غادي تضوبل في بعض المدن يعني وقفات في تسعود وشوش دقيق را غادي نزيدو متانين إلا زادون مصر غادي زيدو عاوتاني جوش دقيق اخر وكي تبدأ غادي عاوتاني من تسعود وشوش دقيق و اجزاء من المئة وكي تبدأ غادي عاوتاني حتى ترى يوصلوا العداد ديال القوطة المطلوبة الناس اللي كتتسوين ما هي الكوطة ما فهمتوش الكوطة الكوطة هي الحيصة العداد المطلوب نحنا بغينا خمسمائة واحد هذا خمسمائة واحد هي الكوطة هي الحيصة هو العدد المطلوب للعمال الذي طالبه كل مدينة مثلا نتمنى الإخوان الشرحي لي يكون مفهوم واضح اللي لم يفهم شي حاجة الإخوان يحط لي كومنتر و أنا رأينا سنجاوبه رأي ندير ما بجده أنني نجاوبكم إخوان اللي ما نجاوبوش على شي حاجة رأي نكون حتى أنا معارفه رأي حتى نسول عليها ونجاوبكم باش ما نجاوبكمش بشي حاجة اللي هي غالطة يعني نجاوبكم شي حاجة خاصني نتأكد منها أنا باش نبقى معكم مزيان والله يسهل على كل واحد إلى فيديو آخر الإخوان كنتمنى حد موفق للجامع قناة عبدو صافي إيطاليا بوابة المهاجرين إلى إيطاليا كنتمنى لكم النجاح والتوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته